السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا جماعة الخير إن شاء الله الجميع بخير أخوكم أمنا أبو حمزة جابير عثلات الكرام تاريخ النشر اليوم الجمعة 31-05-2024 أحد الأخوة قال لي أخي أبو حمزة بحثت عن الفيديو اللي أنت بنزلت قبل هالمرة على موضوع يقاف الكملك لمن سافر إلى أوروبا وترك الكملك شغال يا جماعة الخير طريقة يقاف الكملك الشخص اللي قادر اللي غادر تركيا بطريقة غير شرعية كيف الطريقة لإيقاف هذا الكملك وعاني بعض السوريين بمشاكل عدة ربما تتعلق بكثير من الأمور من ضمنها اللي يطلع على أوروبا ولسه كملك وشغال والسيستم تبعه شغال طبعا الطريقة يقوم أحد أفراد العائلة المقربين من الشخص أب أم أخ أخت زوجة ابن عم خال بتقديم طلب ديليكتش إلى إدارة الهجرة بالولاية التي غادر الشخص منها الأراضي التركية بشكل غير شرعي كما يقوم بإرفاق وثاق حصل عليها من الدولة دولة ثالثة مثلا هو سافر على أوروبا على هولندا وسلمه إقامة مثلا دائما أو ثلاثة سنوات أو سنتين أو سنة وبدو يسلم الكملك أو عن نمسا أو على هولندا ألمانيا على أي مكان تمام؟ الشخص من الدولة الأجنبية الذي يقيم فيها حاليا هوية مواقتة إقامة جواز سفر تقوم إدارة الهجرة بدورها بتقييم الطلب ومن ثم إبطال الكملك الذي غادر الأراضي التركية بشكل نهايي حيث يزال اسمه يزال اسمه من السيستم تماما ممكن يفرض عليه منع منع دخول تركيا مثلا خمس سنوات أو ثلاث سنوات ممكن يفرض عليه اللهم صلي عنه غرامة مالية تمام؟ ممكن أنه هذا يفرض عليه غرامة مالية يعني في حال بيوم الأيام فكر أن يجعر تركيا لازم يحسب حساب يراجع السفارة التركية الموجودة بالدولة المضيفة أو الدولة الثالثة لإصلاح سيستمه يعني من خلال تقديم أيضا طلب ضمن السفارة ويعني سبحان الله مشان إذا في حال فكر يجع على تركيا زيارة أو سياحة أو ما شابه ذلك ما يكون له فيه إعاقة بالمطار يا جماعة الخير أي هذا البوشت كل ياته طبعا رح أتركه بصندوق الوصف لقناتي على اليوتيوب تمام يا جماعة الخير إن شاء الله بإذن الله عز وجل رح أتركه بصندوق الوصف لقناتي على اليوتيوب لمن أراد قراءته بتمعه تمام إن شاء الله بإذن واحد أحد بزاك والله خير بارك الله فيكم أي حد عنده سؤال أو استفسار اترك تعليقك أسفل الفيديو السلام عليكم